اشتركوا في القناة ورئيس القناة الأستاذ خالد شبانة رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الأستاذ حسين زين نتوجه جميعا بخالص العزاء للأسر اللي توفوا أمس في الحادث الخاص بقطار توخ أو القطار اللي كان المتوجه إلى المنصورة خالص العزاء ربنا يصبركم يا فندم حضراتكم والأسر الكريمة وإن شاء الله ربنا ارحمهم جميعا ويصبركم جميعا يا فندم حضراتكم بنتمنى جميعا أيضا الشفاء العاجل لكل المصابين من هذا الحادث الأليم حادث هذا القطار توخ وإن شاء الله كل المواطنين المصريين اللي متوجدين في المستشفيات في جميع أنحاء الجمهورية أو الجميع المستشفيات اللي حوالين هذا الحادث اللي توجهوا إلى هذه المستشفيات بأنهم إن شاء الله الشفاء العاجل لزويكم وإن شاء الله ترجعوا بالسلامة لأهليكم بإذن الله حضراتكم سيد النائب العام والنيابة المصرية في تحقيق مستمر من أمس قبل الفطار وإلى يومنا إلى وقتنا هذا وكل الجهات المعنية بهذا الحادث اللي بيقوموا بالتحقيق بسبب وقوع هذا الحادث اللي كلنا طبعا كل المصريين كنا يعني في حالة ألم شديد وإحنا بنفتر وعرفنا هذا الحادث اللي ربنا ما يعيده تاني بإذن الله تعالى كل التحقيقات بالدور وإن شاء الله نوصل لسبب هذا الحادث والسبب في هذا الحادث ياخد جزاؤه أين كان هذا الإنسان إذا كان فيه إهمال أو كان فيه تقصير أو كان فيه عمل غير يعني يعني غير معتاد ممكن يكون إرهابي ممكن يكون أين كان إحنا هننتظر التحقيقات لإن هي توصل للحقيقة بإذن الله تعالى وكلنا نعرف السبب هذا الحادث حضراتكم الدولة المصرية أكيد كلنا شايفين قد إيه إحنا بنطور في بلدنا في كل التخصصات في كل المجالات وخاصة في تاني دولة في العالم يبقى عندها سكة حديد أو قطارات هي جمهورية مصر العربية مليارات بتتضخف فيه هذا المجال عشان نطور هذا القطاع الهام جدا لكثير من المصريين والملايين اللي بينتقلوا من محافظة إلى محافظة على مساحة جمهورية مصر العربية كلها فيعني نتمنى إن شاء الله إن احنا هذا الحادث ما يتقررش وكثير من المواطنين المصريين بما فيهم أنا حضراتكم يعني بكل بساطة مواطن نصري يعني بيقول إنه في عدد من الحوادث بتحصل وراء بعض فمع إنه فيه فترة من الفترات إحنا برضو بقلنا فترة على فكرة طويلة عملين نعمل تحديث في هذا القطاع بشكل كبير جدا وكان فيه حالة من يعني الاستقرار في عدم يعني حدوث حوادث بشكل أو بآخر فعدد الحوادث اللي وراء بعض دي تخلي الواحد يقول يعني إيه الأسباب إيه هو السبب الأساسي يعني إن شاء الله النيابة العامة والنائب العامي يوصل للسبب الحقيقي ونحاول إن إحنا ما ناخدش أي معلومات من السوشيال ميديا أو وسائل الاتصال الاجتماعي ناخد البيانات الرسمية هي اللي إحنا نقدر نتناولها في الإعلام وحضراتكم كمان بلاش تتناولوها في مجال وسائل الاتصال الاجتماعي خلينا ناخد المعلومة الصحيحة من المصدر الحقيقي